حضرتك بتقول محاولة تقسيم الشعب المصري لكن كان فيه محاولات من قبل الدولة لتوعية الشعب المصري وأثبت شعب المصري بعد كده بالفعل قوته والتحامه خلف القيادة للمرور بكافة المحن والأزمات حضرتك بتقولت أنه كان بيحاول يقسمه الشعب انتوا وحنا فبالتالي مثلا كان فيه تأثير على السلم والأمن المجتمعي من خلال طبقات المجتمع المختلفة المرأة مهمشة فالدولة فهمت ده كويس فبدأت تهتم وتعمل برامج للمرأة لزاوية الهمم أيضا أصبح هناك برامج حتى الفجوة ما بين الأجيال ما بين الشباب وآباءهم كانوا دائما أنتوا مش فاهمين حاجة دول يقولوا دول انتوا صغيرين ودولوا لا ده أنتوا من جيل تاني قديم فالدولة استوعبت ده كويس وفهمته وبدأت تدمج الشباب فيه برامج للتأهيل والتوعي وما زال يعني خلينا نقول أنه فيه منصات معادية بتتمول بمليارات يعني مش هنقول ملايين حتى فيه قضية بغادسة قضية الانتخابات فيه قضية اللي هو هو وضع الناس في المساحة بين الشك واليقين بمعنى أنه بيشككك في نفسك بيشككك في قدراتك يعني أنت تبزل كل هذه الجهود فيه قضية زي قضية الفلسطينية ومصر الحقيقة فيه مكان تاني آه ما احترام كل الدول العربية طبعا لها مسئولية بالمناسبة قدال فلسطينية قضية العرب كل دولة عربية لها حسب قدراتها وحسب إمكاناتها لكن خلينا نقول أنه مصر كانت موجودة ومتمة بالقضية الفلسطينية قبل ما بعض الدول اللي موجودة تبقى موجودة بغض النظر ده مش تقليل من شأنها ما كانش فيه ده ولا كذا ده تاريخ ده تاريخ فمصر في مكان تاني لكن كمان الحقيقة مصر بتعترف بجهود الأطراف الأخرى ولا تمنع أي بالعكس دايماً فكرة الموقف العربي فكرة أن يبقى فيه فعل عربي فهنا في القدالة الفلسطينية لا ومع ذلك يتم تشكيك يتم التلاعب في تصريحات يتم محاولة انتزاع جزء من المعلومة ووضعها في القصة تاني نفس الشيء الحقيق في الانتخابات يعني قلينا نقول أنه بعد 25 يناير حصل تغيير نوعي في السياق العام في منصات تواصل اجتماعي في محطات بعد 30 يونيو الحقيقة حجم الأموال اللي أنفقت من أجل تفتيت هذا الشعب وتقسيمه وأنه ألحق وشوف حتى قضايا زي التخلص من العشوائيات لم تسلم من أنها تتهم بأنه إحنا بننفق أموال على الأرض إزاي أنت تسيب أهلك وأطفال ينشأوا في مثل هذه المجتمعات غير الصحية وغير الطبيعية وكتعار يواجهنا وإحنا نوقف ده إذا الفيروس سي مصر انتصرت عليه دايما يقولوا لا ده استخدام أدوية أصلي مش عارف الصحة العالمية دافعت يعني الحقيقة النهاردة في غزة نفس الشيء في الانتخابات بعد 25 يناير حصل حراق حقيقي في الناس النهاردة قاعدة المعلومات في مكاسب حقيقية النهاردة وإحنا بتتكلم بالانتخابات قاعدة المعلومات بصراحة استخدام قاعدة المعلومات تأخر في مصلك أن تعمل بشكل جاد أنت ببطاقة الرقم القوم أنه مايبقاش فيه موتى ومهاجرين ومسافرين يصوتوا في أكتر من مكان مايبقاش فيه تشكيك فيه العملية الانتخابية ده في حد ذاته قاعدة ممكن بعد الناس اتعودت تروح لانتخابات هترجع هارجع لفكرة المنص لا احنا النتيجة محسومة مافيش ضعية روح ده برضو سياق الحقيقة فيه قطاع بينشط على السوشيال ميديا لكنه في الواقع غير نشط وده عدد قليل يعني ممكن مايبقاش دايما الترند والحاجات احنا بقينا الناس مفروض ومسوق الناس لأسفرين لا كمان الناس بقت وعية فكرة انه الترند ده ممكن خمسين ستين واحد يعملوه مجرد انه هو عدد كبير وليجان إلكترونية وغيره ونصور وضع ونشتم حد ونسلط على حد لكن الفكرة هي قدرتك على الوعي انت هتروح هتصوت لصالح الدولة المصرية مش لصالح أفراد بنختار الطريق اللي ممكن نتكلم فيه ممكن بقى نختلف ونتفق في التفاصيل نختلف ونتفق في بعض المظاهر اللي احنا مش هنشوفها هالوطنية الانتخابات جايك جزء من الدستور وكانت مطلب في مصر انه قلنا يا جماعة العالم المتطور كله بنبع عنده هيئة بتشرف على كل الانتخابات انتخابات محلية انتخابات نواب انتخابات شيوخ زي اللي موجودة في الهند زي اللي موجودة في أوروبا وما كانش فيه إشراف قضايا او مفترض ينتهي استثنائيا لإشراف القضايا اللي امتدت السنوات لا الحوار الوطني الدولة استجابت الهاي الوطنية الحقيقة انا شايف انها قامت بدور مهم ودور محتاجين ندريسه يعني نقول انه ده شيء كويس نيبقى مصرفها المفوضية او الهيئة اللي بتشرف على الانتخابات كلها حتى انتخابات الطلاب فكرة التسهيلات فكرة زو الهمم فكرة اللي انت اتكلمت عليه الحقيقة خلينا نقول انه مين كان في الانتخابات بيمكن او في فئات ما كانتش ممكنة انها تبقى ممثلة في مجالس النواب والشيوخ